منذ بداية العمليات العسكرية التي شهدت تصعيدا غير مسبوكا ضد قطاع غزة والتي بدأتها قوات الاحتلال السبت الماضي تواصلت التحركات العربية لاحتواء الازمة وتهديئة الاوضاع ووقف التصعيد حفاظا على ارواح المدنيين وتخريفا من معاناة سكان غزة وكالعادة وانطلاقا من دورها التاريخي اتجاه القضية الفلسطينية جاءت الجهود المصرية في المقدمة حيث بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الازمة ووقف التصعيد ونظرا لثقة للقاهرة ودورها التاريخي اتجاه القضية الفلسطينية تلقى الرئيس المصري اتصالات متعددة شملت الامينة العامة للامم المتحدة ورئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس الفرنسي ورئيسي وزراء بريطانيا وهولندا وغيرهم من القادة تم التأكيد خلالها على ضرورة تبني مسار التهديئات وخفض التصعيد والعمليات العسكرية مع التأكيد الكامل على ان تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والامن في المنطقة وفي خطوات عملية ملموسة لدعم الشعب الفلسطيني وجه الرئيس المصري بتسيير قافلة مساعدات انسانية الى قطاع غزة كما شدد ايضا على اهمية وصول المساعدات ومواد الاغاثة لابناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل واكد بشكل واضح ان سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ان لا تترك الاشقاء في فلسطيني الغالية وان نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ جهود حثيثة تبذلها مصر وانطلاقا من دورها التاريخي تجاه الاشقاء الفلسطينيين وتأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية وسعيا لتهديئة الاوضاع ووقف التصعيد